اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هنا برضو نقدر نسميها الفنون الهندية لانها متعددة واللي حصل في الهند نظر لتعدد الديانات والقوميات والاجناس التي سكنت فيها وتعدد اللغات والاديان ده ادى الى ان يبقى فيها تنوع كبير جدا جدا من الوان الفنون ودي اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة بمشيئة الله لو بصينا على الشاشة بتاعتنا هنلاقي ان من الحاجات الظهرة جدا في الهند واللي بتميز الهند حاجة من اثار الفن الاسلامي الهندي وهو مسجد تاج محل وزي ما احنا عارفين ان تاج محل يعني البناه ملك او خان من خانات الهنود المسلمين كان تمجيدا لذكرى زوجته العناصر اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة هنتكلم عن نشأة الفن الهندي هنتكلم عن العوامل المؤثرة فيه هنتكلم عن العناصر الزخرفة المميزة لهذا الفن هنتكلم على سماته وخصائصه والالوان المستخدمة في الفن الهندي وايه هي الفنون التاريخية وتطبيقية والصناعات التي ميزت هذا الفن نشأة الفن الهندي يمكن اتحدثنا عنه في مقدمة البرنامج ولكن هنا هنتكلم عن ان تاريخ الهند زي ما قلنا هو تاريخ ضارب في القدم ويمتد حوالي الفين سنة قبل الميلاد ده التاريخ المرتبط بهجرة الجنس الاري للهند لكن الهند يسبقها يعني برضو عدة الاف من السنين قبل هجرة الجنس الاري الجنس الاري الاري ده اللي هو هاجر من وسط اسيا الى جنوب الهند واستقروا فيها وحضارات الهند وفنونها القديمة ترجع الى ما قبل 3000 سنة قبل الميلاد وتطبر الهند بها من اقدم الحضارات في اسيا ويوجد بها ايضا طريق تجاري قديم ايه هي بقى العوامل اللي اثرت دي اول حاجة عندي المؤسرات الاجتماعي شعوب الهند متعددة الاجنس زي ما قلنا وعندها مجموعة من التقاليد واللغات والعقائد المختلفة لذلك تنوعت فيها الفنون التي صورت اشكالا متبينة ومختلفة لحضارات كبيرة امتدت عبر التاريخ المؤسرات الدينية بلغت سيطرة الديانات الهندوكية او الهندوسية وايضا البوزية والاسلام على حضارات الهند الى حد انها قد اكسبتها طابعا خاصا يميز كل حضارة عن الاخرى وفقا للديانة الذي تمتمي كل منها اليه في اطار هندي عام في المؤسرات التاريخية تشير الاعمال التي عسر عليها في منطقة مهون جودوارو الى ذلك التاريخ القديم والى ارتبطها بالحضارات الاخرى التي عسرتها في مصر وبلاد ما بين النهرين وفارس وليونان وادى اختلاف الاجناس في الهند الى نعكاز ذلك على الفن تاريخ الفن في الهند بينقسم الى مجموعة من الفترات التالية اول حاجة فترة الهندوس او البرهمة ولو حبينا ان احنا نتكلم على فترة الهندوس او البرهمة بصفة خاصة البرهمة هم اللي شكلوا الجنس الاري في الهند والجنس الاري ده يعني الجماعة اللي هم يعني اروا في التاريخ او درسين تاريخ لا ان هذا الاسم تردد اكثر من مرة في الحرب العالمية التانية لان الالمان كانوا بيعتبروا نفسهم يعني هم الجنس الاري وهو الجنس الاقوى وجنس الاهم وكما يعتقد البعض اعتقدوا انهم يعني المختارون في هذا العالم ليقودوا هذا العالم فالجنس الاري هو جنس في البداية نشأ في اسيا ونزح الى اوروبا وبعد كده برضو جزء منه نزح من يعني اوروبا الى اسيا تاني او الى الهند واسسوا يعني اللي هي الديانة الهندوكية او الهندوسية في الهند وهنلاحظ ان في حاجة يعني غريبة جدا هتلاحظ ان بدايات تكون هذا الفن في الهند هتلاقي في بعض اللمحات اللي هي الرومانية من الفن الروماني ومن الفن الاغريقي في هذا الهند هنلاحظ برضو في بعض الفنون او بعض العناصر التي تميز الفن الهندي ارتباط ببلاد ما بين النهرين طب ليه يعني بلاد ما بين النهرين كان جزء منها طبعا مرتبط قوي بدولة الفرس يعني حتى التاريخ بتاع بلاد ما بين النهرين بيتواجد فيه بعض اللي هم الحكام القياصرة اللي يعني حكموا الفرس ولذلك مسمى ايران نفسه جاي من مسمى الجنس الاري يعني ايران تعظيم للمسمى بتاع اسم الجنس الاري طيب لو احنا بصينا هنلاقي انها بتمتد الفترة الهندوس او البراهمة الى القرن الثالث قبل الميلاد واثرها بوجه عام يعني موجودة مش غير موجودة وفي عندي فترة تانية لفترة البوزية والتي امتدت واتخذت كدين للدولة عندما اتخذها الملك ازكى كدين للدولة في سنة 265 ميلاديا في عندي بعد كده فترة البراهمة الجديدة ودي بدأت من القرن الثامن الميلادي وامتدت حتى القرن الثاني عشر الميلادي ودخل الاسلام الهند عام 711 ميلاديا واستمرت حتى الان وانتشرت البوزية وانتشار البوزية برضو ساعد على تطوير الفن الهندي وذلك لان المعتقدات الدينية في مناطق كتيرة كانت مؤسرة في الفن ويبدو ذلك واضحا في فترة حكم ملوك البراهمة وملوك الاسلام نجي بقى لاهم العناصر الزخرفية في الفن الهندي طبعا الهند يعني مكان متسع واحيانا سميت بشبه القرن الهندية لاتساعها وعدد سكانها كبير قوي ونجد ان الهند منتشر فيها زيها كده زي الصين العديد والعشرات من الانهار وعدد كبير جدا من الارض فيها خصبة ففيها غابات كثيرة جدا جدا بالاضافة ايضا ان فيها سحاري ولذلك هتلاحظوا ان الفنون الهندية نظرا لهذا التنوع اللي موجود فيه منطقة الهند فيها كل الالوان فيها كل الصناعات فيها كل الترز المعمارية وهنعرف ده لما يجي نتكلم على الترز المعمارية هنلاقي ان احنا فيه عندنا قصر من اشهر الاصور في مصر بنية كاملا على التراز الهندي وهو يعتبر اشهر اصر في مصر ويمكن اكتر اصر يعني كان فيه حواليه مجموعة من الاساطير المختلفة ويعج هذا القصر بالكثير من الجداريات والمنحوتات وهنعرف ساعة لما نيجي نتكلم على العمارة في الفن الهندي لو جينا نبص على العناصر الهندسية في الفن الهندي هنلاقيها متنوعة كتير قوي طبعا استخدموا كل العناصر الهندسية المعروفة الخط المنكسر والمنحني والخطوط المتاصلة والخطوط المتوازية والمسلسات والمربعات والمعينات واشكال كثيرة جدا متدفرة من العناصر الهندسية عشان يقدروا انهم يكونوا بيها العناصر اللي ميزت هذا الفن لو بصنا هنا هنلاحظ ان احنا عندنا مجموعة من العناصر والخطوط الهندسية بالمساحات معمولة بمجموعة من الالوان القاتمة والزاهية هنلاحظ الشكل اللي هو الصليب المائل ده هنلاحظ استخدام النقطة والخط في هذا الشريط الهندسي واستخدام النقطة في الفن الهندي ويعني اللي هو حجم النقطة بيزيد وبيقل ده استخدموه كتير جدا في العناصر الهندسية في الفن الهندي وحصل تضافر ما بين العناصر الهندسية والعناصر النباتية وطلعت لنا اشكال كتير جدا جدا دي برضو بعض الاشكال الهندسية اللي استخدمها الفن الهندي في الفنون بتاعته هنا التضافر اللي احنا اتكلمنا عليه ما بين العناصر الهندسية وما بين العناصر النباتية وهنلاحظ قرب الشبه من هذه الوحدة بالتحديد ومن بعض الوحدات التي سبقتها ما بين الفن الروماني والفن الاريقي والفنون التي سبقت هذا الفن الاري في الهند او الهندوكي استخدموا برضو العناصر النباتية وتمثلت عناصر الفن الهندي النباتية في ظهور الصنوبر والرنفل واللوتس وأوراقه وأوراق الأشجار يعني محدش يقول اللوتس بس كان موجود فن المصري القديم لا كان موجود لأن هي زهرة اللوتس من الأزهار التي تنمو في الأنهار فكانت موجودة في عدة أماكن في الدنيا ولكن المصريين تميزوا بيها لأنها كانت زهرة مقدسة بالنسبة للفن المصري القديم أيضا استخدموا الهنود أوراق الأشجار المختلفة وغير ذلك من النباتات هللاحظ هنا أنهم برضو حوروا عمل عملية تحوير وتجريد للعناصر النباتية والظهور واستخدموا فيها ألوان مختلفة من الألوان الزهية التي كانت تميز الحضارة الهندية كانوا يحبوا جدا الألوان الزهية وكان عندهم وإلى الآن هم عندهم موجود مهرجان للألوان ويمكن هو ده مهرجان الزواج بتاعهم مهرجان الألوان ده بيخش الشباب والبنات في الهند وشايلين ألوان مختلفة أو بودرة ألوان مختلفة وبيلقوها على بعضهم وده تقريبا بيتم في فترة معينة من السنة قد تكون هي فترة الربيع وتفتح الظهور وفي هذا الوقت بيحصل نوع من أن الشباب بينتقوا بعضهم وبيحصل الزواج عندهم هنلاحظ حاجة في العناصر النباتية الهندية في العناصر الموجودة على الشاشة على الجهة اليسرى من الشاشة يشبه إيه يا أولاد؟ يعني أول ما هيتطرق إلى ذهنكم هللاقيه أنه هو بيشبه قوي شجرة الحياة اللي هي بتاعة بلاد ما بين النهرين أو شجرة الحياة السوماري كنا قلنا في بلاد ما بين النهرين أن الفن الوحيد اللي استخدم شجرة الحياة هو فن بلاد أو فنون بلاد ما بين النهرين ولكن هو أول فن استخدم شجرة الحياة وهذه الصورة التي أمامكم على الجهة اليسرى من الشاشة تمثل وجود شجرة الحياة أو عنصر نباتي يمثل شجرة الحياة في الحضارة الهندية وهو اللي احنا تحدثنا عنه وقلنا أنه يمثل تلاقي الحضارات أو اتصال حضارة الهند بالحضارات القريبة أو المحيطة بها هللاحظ هنا أيضا في العناصر النباتية المجسمة التي نراها أمامنا؟ التشابه الكبير بين الروزيتا الهندية والروزيتا بتاعة بلاد الأغريق وبلاد ما بين النهرين واضح جدا تأثر الفن الهندي بهذه الفنون والتي قد نزح بعض الفنانين من هذه البلاد إلى الهند في بدايات الحضارة الهندوكية أو الهندوسية هللاحظ هنا أيضا العناصر النباتية التي تمثل هذا الشريط وأيضا العناصر النباتية المجسمة الموجودة في أسفل الشاشة ومدى قربها من التجسيم الطبيعي في التشكيل بتاعها وفي التكوين بتاعها والألوان التي ميزت بعض العناصر النباتية اللي عملوا بيها الشريطة ممتدة في الفنون الهندية لتزيين يعني الجدران أو أعلى الجدران في القصور والمعابد الخاصة بهم هللاحظ أيضا اللي هي الأشكال التي تستخدم في السجاد يعني هذه العناصر اللي احنا شايفينها قدامنا استخدمت في السجاد وهذه الجامات وهذه الزهريات التي تخرج منها الزهور وهي من العناصر النباتية التي تمثل الأبسطة وصناعات النسيج في الهند بهذه الألوان المميزة وهللاحظ تشابه ما بينها لما نيجي ناخد الفن الصيني نظرا لأن الصين والهند يعني متلاصقتين يعني تجمعهم حدود مشتركة وتجمعهم ديانة مشتركة وهي الديانة البوزية وهذا الأمر أدى إلى تشابه الكثير من الفنون في الحقبة البوزية ما بين الهند وما بين الصين وكما نراها في هذه العناصر النباتية التي تمثل الأبسطة والسجاد برضو هنا دي يعني إطار من العناصر النباتية بيحيط بيعني حاجة كده تشبه لو إحنا بصينا كويس ولو إحنا متذكرين الفن الإغريقي والفن البيزنطي والفن الروماني يشبه زهرة الأكنتس هو مش زهرة أكنتس ولكن التكوين بتاع زهرة الأكنتس واضح جدا جدا في هذا التكوين الذي نراه أمامنا وهو أيضا الذي يؤكد مدى ارتباط هذه الحضارات ومدى ارتباط هذه الطرز الفنية ببعضها وإنها أخذت عن بعضها هنا هنلاحظ في هذا التكوين ارتباط العناصر النباتية التي تمثل الأشجار بما بها من أوراق وبما بها من ظهور وأيضا الطيور الحية أو العناصر الحية اللي موجودة فيها والعنصر الحيواني اللي موجود الفيل وهو يعني يعتبر هو الحيوان الرئيسي أو الأساسي في الحضارة الهندية إذا كان عندنا في العرب أو المنطقة العربية الحيوان الأساسي الذي يرتبط بالحضارة العربية هو الحصان العربي الأصيل وأيضا الجمال أو النوق وعلى فكرة أريد أقول لكم حاجة أن الجمال والنوق أصلهم من الهند يعني ما كانوش موجودين في المنطقة العربية في فترة من الوقت ونظرا برضو لقرب جذيرة العرب من شبه الجذيرة الهندية فكان بعض الحيوانات التي يتم استخدامها في صحراء الهند والصين تم استخدامها عن طريق التجار العرب قبل الإسلام بأزمنة كبيرة جدا للمنطقة العربية لكن الفيل هو الحيوان الرئيسي أو الأساسي اللي هو بيمثل عندهم الدواب هو اللي بيشد العربية بتاعتهم بيركبوه بنسبة كبيرة جدا في تنقلاتهم والسبب في ده إن غابات الهند فاخرة بالحيوانات المفترسة ومنها النمور وأيضا في الأسد الأسيوي ويشبه الأسد الأفريقي العادي ولكن كان بيعيش في أسيا عفوا فكانوا بيركبوا الأفيال الكبيرة اللي هي العظمة الحجم عشان خطر يبقوا يعني أعلى كده ولما بيخشوا الغابة يبقوا بمعزل عن الهجوم بتاع هذه الحيوانات ولأن أيضا الفيل من الحيوانات القوية اللي بتقدر تدافع عن نفسها وتدافع عن أصحابها ضد هذه الأسود وهذه النمور لو إحنا عايتين طبعا نقدر نحن نعرف ونحدد المقارنة اللي بتميز الفيل الأسيوي أو الفيل الهندي عن الفيل الأفريقي الأزن أزن الفيل الأفريقي كبيرة إلى حد كبير وأزن الفيل الهندي صغيرة وده اللي بيقدر يخلينا نقدر أن نحن نفصل ما بين النوعين الفيل الأفريقي والفيل الأسيوي طيب لو جلمنا بقى على العناصر الحيوانية في الفنون الهندية الفن الهندي غني باستخدام العناصر الحيوانية والأدمية زي الفيل والجموس والتماسيح والغزلان والطبوس ولو بصينا تحت في الصور اللي موجودة دي هنلاقي صورة الفيل والفيل كانوا على فكرة احنا شايفين هم في الرسمة دي ملونينه أحيانا أيضا كانوا بيلونوا الأفيال بتاعتهم بهذه الألوان في المهرجانات وفي الاحتفالات بتاعتهم وإلى الآن الجماعة اللي هم أصدقائنا اللي هم زاروا الهند ويعني كانوا يعني مصورين مجموعة صور للأفيال يعني كان في بعض الصور بتاعتهم فيها الأفيال مزينة بهذه الألوان هنبص في الصورة اللي في الوسط دي بتوماس صور يعني آدمية أو خرافية رمزية يعني بتمثل الفنون الهندية للمعبودات اللي هم كانوا بيعبودوها والهند مليانة الكثير من يعني المعبودات اللي هم بيعبودوها حوالي 125 ألف ديانة يعني عدد كده يعني عجيب يعني كل واحد ممكن إيه يجيب فر ويعبوده سرسر ويعبوده يعني في حاجات كده عجيبة موجودة في هذه البلاد العجيبة يعني في عندنا هنا طبعا الشكل اللي احنا شايفينه العنصر الحيواني الرئيسي لفنون الهند وهو الفيل ولو لاحظنا فعلا زي ما ذكرنا إن الأزن بتاعته أزن صغيرة جدا ولكن هو حجمه زي ما احنا شايفين كبير الصورة دي من داخل أحد الكهوف اللي هي اللي هي يعني الأسرية الموجودة في الهند وهنتكلم عنها قده طبعا استخدموا هذا العنصر الحي في الكثير من الفنون بتاعتهم ومنهم فن النحت على الحجر وعلى العاج بهذا الشكل الذي نرى عندي أيضا من العناصر النباتية العناصر اللي احنا شايفينها قدامنا اللي هي بتمثل طائر العنقاء مع هذه الزخارف النباتية وتمثل أيضا الأفيال اللي موجودة هنا والخيول ومظاهر الصيد وديك بتمكن موجودة في قصور النبلاء والملوك والمهراجة اللي موجود ده هذه الصورة تمثل أحد المعبودات بتوعهم وهنلاحظ انتشار فكرة المعبودات متعددة الأيدي في الهند وذلك لأنهم بيعتبروا أن تعدد الأيدي يعطي نوع من القدرة على القيام بالعديد والكثير من المهام في وقت واحد وهذه القدرة التي جعلتهم يعبدون هذه المعبودات نجي من أهم العناصر الرمزية في الفن الهندي اللي هو الرمز لمحاكاة الواقع بالحياة المجردة والعناصر الرمزية نحن برضو لسه يعني حالا كنا بنتكلم عنها في الصور بتاع المعبودات بتاعتهم ولكن هذه العجلة التي نراها أمامنا تمثل رمز لتعليم بوزة وأيضا فيه تاج بيدل على ذلك طب هنشوفها دي في أحد المعابد كمان شوية في العمارة الهندية إيه هي السمات والخصائص الفنية التي ميزت الفن الهندي سمات أطراز الهندوكي أو الهندوسي بيعود تاريخ الديانة الهندوكية إلى قرون عديدة قبل الميلاد وقد تطورت هذه الديانة مع حياة أهل الهند حتى أصبحت عقيدة تحمل العديد من الفلسفات الخاصة بهم امتدت جزرها خلال هذه المراحل المختلفة الزمنية في الهند مما أثر بدوره على تطور الفن الهندوكي أو الهندوسي طبعا دي يعني أحد الجداريات التي تمثل عنصر مهم جدا من العناصر اللي هي إحدى المعبودات الخاصة بالهند في الفن الهندوكي أنا لا تذكر اسمها هذه أيضا العناصر الحية التي نراها الرمزية بالألوان التي تميز الحضارة الهندية وعلى فكرة يعني إحنا لو بصنا حتى لألوان بشرة الهنود نفسهم هللاحظ أن لهم بشرة تختلف لونيا عن يعني أغلب الحضارات الأخرى فتلاحظ أن السمرة عندهم لونهم بيميل إلى الأسود المزرق البرونزي كده في لون البشرة نفسها يعني ألوانهم يعني سبحان الله يعني كل يعني البشر لونهم بييجي من طينة الأرض اللي هم اتولدوا فيها وده لا يتنافى مع قصة الخلق في الأديان السماوي نيجي بقى لسمات الطراز البوزي ولد الحكيم بوزة سكايا موني وهو أحد حكماء الهند والحكيم بوزة ليس يعني معبود أو ليس إله ولكن هو حكيم في حوالي عام 563 قبل الميلاد كان ابنا لأحد ملوق مقاطعة صغيرة من مقاطعات الهند تقع على حدود نيبال بعض الناس قالوا أن بوزة يعني ممكن يكون نبي ممكن وذلك خدوها من الآيات ومنهم الآية الكريمة قال تعالى ومنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص وقد طبعا نبز حياة القصور الحكيم بوزة ولجأ إلى التقشف والتصوف ومارس التأمل بحثا عن الحقيقة وأصل الخير حتى قيل أنه قد بلغ مرحلة الفهم الكامل للكون والإنسان وده طبعا معبد أو أكبر معبد في العالم لبوزة وعليه تمثال الحكيم بوزة طبعا بعضهم طبعا مع الوقت ومع تقاضم الزمن يعني بدل ما يعني يعتقد في بوزة أنه حكيم وراجل يرمز إلى الخير ومن كتر طبعا هذه التمثيل الموجودة ليه في أكثر من مكان البعض يعني وصل أنه هو عبد الحكيم بوزة الألوان السائدة والمميزة للفن الهندي استخدمت الألوان الرصينة القوية أغلبها قليل العدد في المجموعة الوحدة في المجموعة الوحدة في لوحة واحدة يعني فكثيرا ما كان يستخدم اللون الأسود في الأرضية والأصفر الحجري في الزخارف اللي هو الأصفر اللي يشبه كده لون الأحجار أو الأصفر الحجري أكتر حاجة بتشبهه عندنا لو فيه حاجة يسمى حاجر هاشمي أو الحاجر الهاشمة بيشبه اللون ده أو يستخدم الأحمر القاني اللون الأحمر يعني الفائع قوي أو اللون الفضي أو سواهما من الألوان الحرة في أرضية اللوحات المميزة للفن الهندي استخدم الفنان الهندي أيضا اللون الأخضر في الأرضيات وكان بيفصل ما بينها وبين بعضها لو حتى درجات أخضر لون دهبي وإذا استخدم الأزرق البحري القاتم اللي هو زي اللون أرضية الشاشة كده استخدم معه الوردي في الظهور بوفرة تعمل توازن لقوة اللون واللون الأصفر الزهبي كان مكانه مرموك في الأرضيات مع اللون الأورنفولي الذي زينه بي الظهور والأوراق النباتية في الفن الهندي هللاحظ هنا في هذه اللوحة استخدام اللون الأخضر بدرجاته وهللاحظ اللي هي الفصل ما بينه في هذه النخيل باللون الأصفر الدهبي وهللاحظ أيضا اللي هي الألوان بشرة الهندوس أو الجنس الأوروبي الآري اللي هو بعتبر يعني نفسه هو الجنس الأعظم في الهند وهو جنس الطبقة الحاكمة هللاحظ هنا برضو هذه الصور اللي هو الألوان الهندية اللي بيستخدموها في اللوحات وفي بشرة اللي هي الأدميين اللي هم بيستخدموهم أو بيرسموهم في اللوحات بتاعتهم وبيزينو بيهم المعابد بتاعتهم والقصور وهنا هذه اللوحة التي تمثل بوزة ويعني تلميزه والجلسة اللي هي المشهورة اللي هي في كل الأديان تلاقي الحكيم قاعد وحواليه مجموعة من تلميزه في هذه الجلسة اللي هي جلسة القرفصاء أو الجلسة النوع دين مربعين دليلا وتأدبا للعلم الذي يتلقونه عبر هذا الرجل نيجي نتكلم على الفنون التاريخية للفن الهندي في عندنا فن العمارة وفي عندنا فن النحت وعندي فن التصوير وعندي طبعا الزخرفة نقول هنا أول حاجة هنتكلم عنها في الفنون التي ميزت الهند هو فن العمارة فن العمارة في الهند بالذات ليه شكل مختلف تماما عن أي حضرة تاني يعني لم نسبق أن شاهدنا هذه المجموعة من العناصر المعمارية في فن من الفنون التي سبخت الهند ده أصر البارون أصر البارون موجود في منطقة مصر الجديدة وهو القصر من القصور الأسرية المصرية والذي أنشأه البارون أمبان في ضحية مصر الجديدة لأنه هو الأسس مصر الجديدة أصر البارون كل العناصر المكونة ليه والزخرفة والتماثيل الموجودة في أصر البارون معمولة على الطريقة الهندية وعلى فكرة هذا القصر من القصور الجهزة يعني أصر متركب لأن الأصر ده هو كان سافر في معرض دولي للعمارة واشترى هذا القصر وتم نقله في يعني سفن وتم تجميعه هذا هو حجمه مش كبير يعني حجم القصر المبنى نفسه مش كبير وقيل أنه كان يعني موجود على أرص دوار بيلف حسب اتجاه الشمس طيب لما نجي نتكلم بقى على العمارة الهندية وإحنا شفنا المظهر بتاعها وكلنا رايحين جايين على الطريق في أصر البارون هنلاحظ ده في معابد كاجوراهو امتداد وتطوير لفن العصر الهند الدهبي واسترق بناء مدينة كاجوراهو حوالي 150 سنة بتبدأ من منتصف القرن العاشر وهي تشمل حوالي 85 معبد يلتفون حول بحيرة صغيرة وممتدة على مساحة قدرها 8 أميال مربعة يعني قدم ساحة الفاتيكان كده 8 مرات الفاتيكان في في إيطاليا ودي أصغر دولة موجودة في العالم وهي دولة دينية طبعا كل المعابد موطنا لواحد من معبوداتهم يسمى شرية وده معبود الشمس عندهم جميع المعابد هتلاقيها متخربة ومتشابهة من حيث تصميم معماري والزخارف والنحت من أول وهلة كده هتلاحظوا أنها تشبه أصر البرون أو أصر البرون يشبهها في التكوين وفي التصميم ميزة العمارة الهندية الأشرطة الممتدة من النحت البارز أو من نقوش البرزة لو إحنا بصينا لهذا المعبد من مجموعة معابد كجوراهو هللاحظ أن بعدة أدوار كل دور فيهم يعني مزخرف من الخارج بالنقوش المنحوطة البرزة التي تمثل أشكال الآدميين أو تمثل أشكال البشر وهم كانوا يعني بيقدسوا أوي الحياة ويقدسوا أوي المتع الدنيوية فكانوا بيعبروا عن ده في منحوطاتهم كان شمال الهند هدف لغزوة المغول حوالي ألف سنة قبل الميلاد مما جعل العمارة في الشمال تنحرف نوعا ما عن طبعها الهندي اللي احنا شفناه وبدأت تاخد اللي هو الطبع المغولي اللي هو بعد كده يعني بقى طبع إسلامي بخلاف العمارة والنحط بجنوبها حيث بقي مزدهرين محتفظين بالطبع الهندي الخالص إذ تم تشهيد الكثير من المعابد بعد ذلك التاريخ بالقرب من معابد أخرى أقدم منها مما جعل الكثير من بلدان جنوب الهند مركزا للإشعاع الديني والفن والسياحة في وقت واحد كان شمال الهند هدفا لغزوات المغول ودي حاجة احنا ذكرناها قبل كده وهنا هنلاحظ برضو للمرة التانية أحد اللي هي الأصار الإسلامية المغولية اللي موجودة في الهند اللي هي يعني تاج محل أو ضريح أو مسجد تاج محل من أهم بقى المعابد التي شيدت فيه القرن الثالث عشر معبد كونراك الذي شيد على شكل عربة كي يستقل لها معبدهم شرية الذي يرمز للشمس في رحلاته إلى مختلف أقطار العالم وعند عودته إلى مقره في السماء كما يعتقدون هو المعبد اللي هم عاملينه ده اللي هو معبد كونراك برضو هنلاحظ اللي هو شكل اللي هو المعبد كونراك وهنلاحظ الأوبة الهرمية الشكل التي تميز أغلب معابد وأغلب مباني الهند وهنلاحظ أيضا الأشرطة الزخرفية التي بيكون عليها في الشكل اللي هو الزخارف الأدمية البرزة الملحوطة وكأن دي هي عربة المعبود بتاعهم وكأن هي دي العجلة اللي بتشد هذا المعبد وهنلاحظ أن هذه العجلة أيضا استخدمت في استخدمها بوزة بعد كده ومثلت حكم الدوران الوقت والزمن والصناعة يعني عند البوزيين ورغم أن البوزيين يعني يقال أن هم خرج الديانة بتاعتهم خرجت من الديانة الهندوكية يعني نلاحظ هنا شكل هذا العجل في هذا المعبد الذي يمثل عربة تحمل المعبود بتاعه يعتبر معبك كونراك دورة المعابد التي أخمت في الهند من أجل معبود الشمس بتاعهم وهو يمثل الفن الهندي خلال العصور الوسطى أصدق تمثيل وقد تأثرت عبادة الشمس في الهند بالعقائد الفارسية القديمة بعدما هاجر إليها المجوس الكثير من الفارسين ليستوطنوا بعض مناطق البنجاب برضو معبك كونراك صورة أخرى من زاوية أخرى تمثل وجود هذا المعبد وسط أحد أكبر الحضائق في الهند نجي بقى نتكلم على النحت الهندوسي أو النحت الهندوكي طبعا الجماعة الهندوسيين كانوا عندهم فكر كده يميل إلى الإباحية تتضمن أعمال النحت في معابد كاجوراهو أشكال لزوجات الآلهة أو المعبودات بتاعتهم يعني آلهة الصعبان وأسود رمزية مجموعة من الرجال والنساء في أوضاع غير لائقة تبين بعض تمثيل الفن الهندي قدرة الإنسان على صنع الحياة من خلال الرغبة فيها وكثير من هذه المعابد ضخم جدا وعلى جدرانه ما يقرب من تسعمائة تمثال لرجل وامرأة في تكوينات من نحت بارز ومستدير عرضية يعلق أحدها الآخر زي ما احنا شفنا من شوية ده برضو شكل يمثل الآلهة أو المعبودات بتاعتهم المتعددة الأيدي تعتبر معابد كاجوراهو مظهر بمظهر انتصار النحت على العمارة في الفن الهندي خلال عصوره الوسطى وتصور أعمال النحت التي تزينها إيمان أهل الهند بقوة الحياة وغربة فيها كما تظهر هذه المعابد بأعمال نحت تصور مختلف الآلهة وأساطير الهندوك الشائع في تكوينات قوية وحركات عنيفة وأجسام أدمية متشبكة وزي ما قلنا قبل كده هما بيعتبروا أن المنحوتات دي بتعتبر تخديثا للحياة ولما يبعث منها أو عليها هذه التماثيل موجودة في المعابد الهندوكية وكثرة الزخرفة وعلى فكرة يعني إحنا لو بصنا على أصر البارون كويس عن كثب أو قمنا بزرع دي هنلاقي أنه هو مزخرف من الخارج أيضا بمثل هذه الأشرطة من المنحوتات البارزة الأدمية ولأن معبك كنوراك من أهم المعابد عندهم أغلب مواضيعه يعني بتدور حول الحب والحرب والعبادة وتتصدر بعضا أو جزء منها أو جه الحياة الظاهر منها والخفي يتميز النحط في هذه المعابد بحيوية ضافقة برغم أنه بعيد عن الطبيعة قريب إلى الجانب الرمزي إلى حد عدم الشعور من المشاهد له بالمضمون المادي الذي يحتويه يقولون أن له معان حسية إلى حد بعيد هنا هنلاحظ أيضا النحط الجميل بتاعهم الذي يمثل البشر في أوضاع مختلفة وأيضا الحيوانات بجانب اللي هو الخلفية التي تمثل أشكال من العمارة الهندية والمخرمات التي تميز أشكال العمارة الهندية هنا ده نحط بارز من فن النحط الهندي يمثل الولادة المعجزة هنا حفر على الرخام لأشكال مختلفة من النحط زي ما احنا شايفين وأسلوب المخرمات اللي يشبه كده اللي هي أسلوب المخرمات المعدنية هم نفذوها في العاج ونفذوها في الرخام وتحس كده أن المنحوط بتاعتهم عاملة زي المفرش المفرش اللي احنا أحيانا بنحطها على المناطة بتاعتنا نيجي بقى لفن التصوير والزخرفة الهندوكي أو الهندوسي كان التصوير الهندوسي أداة همة للتعبير عن معاني الدين ولخدمته من خلال العصور المختلفة فأحيانا ما كان يكون مرتبطا بالعمارة والنحط يغطي الأسطح وأحيانا بيزيد الألوان من أدائها الزخرفي وكثيرا ما كان مستقلا عنها وقد تأثر التصوير الهندوكي بالتصوير البوزي لحد كبير خاصة في جنوب الهند وهذه اللوحة التصويرية تمثل التصوير الهندوسي أو الهندوكي أيضا المختلط في تكوينه مع تصوير البوزي في ألوانه وفي الزخارف النباتية والأدمية الحية التي نراها في هذا الشكل النقش الزخرفي أو الرسم الزخرفي في الفن الهند أنا أيضا هنجد هذه اللوحة اللي كانت معمولة فريسك في أحد القصور والتي تمثل حمام سباحة أو بحيرة صناعية موجودة داخل القصر ويقوم المهرجة وأولاده بالجلوس والاستمتاع بالسباحة ويخدمهم اللي هم الخدم كما نرى في هذه الصورة وهي تمثل مظاهر من مظاهر البزخ والطرف في حياة اللي هو الهند في نوع آخر من التصوير عندهم اسمه فن المنمنمات وكان بيتسم بالرمزية قوي وكان بيستخدم في تزيين الكتب المقدسة والكتب الدينية وكتب الحياة الخاصة بالأغنية الهنود وكان يتصف بحرية التعبير في التصوير الشعبي أو الديني أو الدنيوي وكان بيعتمد على الدقة والخط الرأي واللون الزاهي المسطح وبلغ هذا الفن درجة كبيرة جدا من العلو والسمو في القرن السبع عشر والتنمتاشر هذه اللوحة التي نراها تمثل لوحة من لوحات الحرب في الهند ومملكة بتحارب مملكة أخرى وكان بيتم التوسع في الهند زي ما حصل في مصر كده مصر كان فيها عشرين مملكة في الشمال أو اتنين وعشرين مملكة في الجنوب أو العكس وبدأت يحصل توسعات الملك دا يضم المملك اللي جنبه لغاية ما تم توحيد مصر يعني القطرين عن طريق الملك ميناء وهذا حدث أيضا في كل دول العالم وكل حضرات العالم القديم هذه أيضا اللوحات تمثل لوحات المنمنمات التي كانت توضع في الكتب الهندية سواء كانت كتب عقائدية دينية أو كتب تمثل الحياة نرى فيها سيطرة الألوان اللي احنا اتكلمنا عنها الألوان اللون الأصفر الحجري واللون الأصفر واللون الأخضر بدرجاته وطبعا بيميزه العناصر الأدمية الحية من نساء الهند الذي كان يعتقدون أن جمال الإنسان في اتساع العينين فلذلك تجد كل صور الهندوك أو الهندوس أو الأريين بتمثل يعني أدميين أعينهم متاسعة ودي خدها البوزيين من بعدهم كل هذه تمثل لوحات من المنمنمات التي كانت توضع داخل الكتب ظهر بقى نوع من الفريسك الفريسك طبعا تعرفين موجود في الفنون القديمة كلها ومنها الفن المصري القديم وفنون بلاد ما بين النهرين والفن الإغريقي والفن اليوناني أيضا موجود في الفن الهندي اللي هو الإفريسك الإفريسك ظهر بجين جدران قصور الطبقة الحاكمة في بعض أنحاء الهند وهو يفوق الإفريسك الإيطالي كثيرا من حيث القدرة على البقاء ومقاومة الزمن ومن حيث تحقيقه للغرض الزخروفي دي لوحات إفريسك من الفن الهندي الإفريسك كان صعب في الأداء بتاعه إذا يتطلب وقت كبير وجهد أطول وألوان مختلفة دي بعض اللوحات الخاصة بالإفريسك عندي الفنون التاريخية الهندية اتراز البوزي العمراء والنحت البوزي تنتمي أقدم الأعمال الفنية التي خدمت بوزة إلى متصف القرن الثالث قبل الميلاد وكان من أهمها ما قام به الامبراطور أشكا أعظم الملوك البوزيين واشدهم إيمانا بتعليم بوزة وكانت الأشكال المعمرية عبرها عن أعمدة تسكارية تحمل معاني التقديس من الحجر الرملي المسقول وانتشرت في أنحاء شمالي الهند ويصل ارتفاع بعضها إلى سبعين قدم ومن هذه الأعمدة ما هو مكوّم منتاج في شكل ظهرة اللوتس مختبس من أعمدة باسريد بوريس الفارسية وفي تصوير البوزي بقى يعني تصوير البوزي يشبه كتير إلى تصوير الهندوسي إلا أنه أكثر هدوءا منه ده كهف اسمه كهف أجانتة ومن الكهوف ذات الشهرة العالمية وفي مجموعة من التصوير والمنحوتات التي جعلت هذا الكهف يشبه القصور كما نراها هنا دي برضو الزخارف والتصوير التي انتشرت في هذا الكهف وهو من أشهر الكهوف الهندية الأسرية لحد هنا يعني الحلقة بتاعتنا وصلت للنهاية بتاعتها وصلت لآخرها أتمنى أن الحلقة تعجبكم وبإذن الله تعالى إن شاء الله الحلقة الجاية في التاريخ الفلون الزخرفية هنتكلم على الفن الصيني بإذن الله تعالى وإلى لقاء آخر إن شاء الله كان معكم دكتور عمر الدمرداش قطاع التعليم الفن ترجمة نانسي قنقر